على حين غفلة قامت واشنطن بالفعل بقصف مواقع للميليشيات الموالية لإيران في سوريا حيث يظهر الصراع على أشده لا سيما في دير الزور استهداف إيران بطائراتها المسيرة لقاعدة التنافأ التي تنتشر فيها القوات الأمريكية لم يمر بدون عواقب حيث لم تؤخر القيادة الأمريكية الوسطى الرد ودمرت نحو تسعة مخازن ذخيرة وأسلحة في مواقع لم تعلن عن اسمها لكن وسائل إعلام سورية اعترفت بأنها طالت بالتحديد معسكر الساعقة ومستودعات عياش ضربات تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها تأتي لاستعادة الردع وكانت مصممة بعناية لإرسال رسالة لإيران مفادها أنها لا تستطيع الاستمرار في ضرب المواقع والجنود الأمريكيين في سوريا الذين لطالما كان بايدن يعارض وجودهم لكنه أبقاهم هناك على ما يبدو لهذه المحطة الحاسمة من المفاوضات حول الاتفاق النووي على الجانب الآخر يظهر أن إيران ترفض التنازل عن وجودها في الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة ديرزور حيث أنشأت قواعد عسكرية مهمة لها ولميليشياتها في العراق لنقل السلاح والعتاد بين البلدين تحرم على قوات النظام السوري دخولها ويرى مراقبون أن تأثير الضربات الأمريكية التي تستهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا لحظي لا سيما مع الكشف عن نقل قيادة الحرس الثوري الإيراني أسلحة وذخائر من مستودع عياش إلى مستودعات قريبة ذلك قبل خمسة أيام من الضربة الأمريكية أمام هذا كله يتضح أن النفذ الإيراني في العراق وسوريا لا يزال غير مهم حاليا بالنسبة لأمريكا مع احتفاظ واشنطن بمواقع استراتيجية تستطيع توجيه ضربات خاطفة تمكنها من الضغط لتمرير الاتفاق النووي بما يسمح بتوريد النفط والغاز الإيراني من جديد للاستغناء عن غاز ونفط روسيا تلك التي أربكت أمريكا وأوروبا بحربها ضد أوكرانيا بينما يرى محللون سياسيون أن أي اتفاق بين الغرب وروسيا قد يعود إيران إلى دائرة الاستهداف لا سيما أن روسيا لن تسمح بخسارة نفوذها هناك بسهولة